يسعد متاكم يا خامس ويعطيكم العافية يا رب اليوم هو الاربعاء الموافق 28-10-2020 اليوم ان شاء الله رح نكمل الدرس اللي بدأنا فيه الحصة السادقة اللي هو درس العناصر حكينا احنا الحصة الماضية يا ميس ان العنصر هي عبارة عن مادة نقية بسيطة التركيب لا يمكن ان تتحلل الى مواد ابسط منها بواسطة التفاعلات كيميائية حكينا لان العناصر عددها كبير وصل عددها الى 119 عنصر واكثر فالعلماء قرروا انه يعطوا كل عنصر رمز خاص فيه واتفعوا ان الرمز للعناصر تكون بناء على الحرف الاول من اسمها باللغة الانجليزية او اللغة اللاتينية بس العناصر اللي عنا بتتشابه في الحرف الاول لالها اعطوها العلماء للعناصر اللي كانت القديمة الحرف الاول والعناصر اللي عم بيكتشفوها جديد وحرفها الاول بيتشابه العناصر اللي كانوا مكتشفينها اول حرفين من اسمها وحكينا ان الحرف الاول بينكتب كابيتل لتر والحرف التاني بينكتب سمول لتر بينما لما يكون العنصر عنا حرف واحد بينكتب بالكابيتل لتر وتعرفنا الحص الماضي على مجموعة من العناصر ورموزها اليوم راح نتعرف على بعض العناصر وخصائصها العنصر الاول اللي حاطتلكم اياه بالكتاب اللي هو عنصر الهايدروجين عنصر الهايدروجين زي ما انتو شايفين بالصورة هون هذا الوميد للعنصر مش لون العنصر الوميد لا إله هلا عنصر الهايدروجين اول اش رمزه الكيميائي هو H طبعا ال H بتنكتب بالكبيتال لتر ويعتبر غاز عديم اللون ما إله لون هو هذا الغاز وميضه بكون أرجواني اللون زي ما هو بالصورة هون العنصر التاني اللي هو عنصر الصوديوم عنصر الصوديوم زي ما هو انتو شايفين بالصورة هون هيك بيتواجد في الطبيعة بالشكل هاد رمزه الكيميائي هو N A ال N تنكتب بالكبيتال لتر وال A تنكتب بالسمال لتر طبعا الصوديوم يعتبر عنصر صلب لونه فضي زي ما انتو شايفين هون ويعتبر طري شديد الانفجار عنده ملامسة الماء طبعا انتو بتفكروا هون انه رح يكون صلب زي الحديد لكن هو لا لو جربت انتو تضغط عليه بيكون زي قريب هيك من المعجون يعني بيكون طري لكن لو لمسته هاي المادة ما يمس ممكن انه يؤدي الى حدوث انفجار لانه هو يعتبر نشيد كيميائي العنصر الثالث اللي هو عنصر الالمنيوم عنصر الالمنيوم زي ما انتو شايفينه بالصورة هون عنصر الالمنيوم رمزه الكيميائي هو AL K-A-K.L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L لكن الحديد عندنا يصدق مثلا الطائرات يصنعوها من الألمنيوم لا يصنعوها من الحديد لسببين أول ماذا الذي ذكرنا But the Aluminium لا يصدق والحديد يصدق ثاني ماذا الذي يعتبر أن الألمنيوم أن يصبح عنصر خفيف فممكن الطائرة عندما يصنع هيكلها من الألمنيوم أنها تطير لكن لو كانت مصنوعة من الحديد في الحديد فعليا الحديد ثقيل الوزن في الطائرة فلا تطير العنصر اللي بعد عندنا أنصر الليبروم عنصر اللي برعوم يعتبر عنصر سائل رمزه الكيميائي بي آر البي بالكابتال لتر الار بالسمال لتر لون العنصر اللي برعوم بني محمر بني ماي لللون الأحمر وبتستخدم مركباته في العادة وين في المبيدات الحشرية نيجي للعنصر اللي بعده اللي هو عنصر اليود عنصر اليود رمز الكيميائي اللي إله هو آي رمزه الكيميائي آي طبعا اليود كل الناس بالعادة بتفكروا انه عنصر سائل يعني انه لانه بشوفوا اليود المطهر انه سائل بس فعليا اليود في الطبيعة بتواجد في الحالة الصلبة وبين عمل منه المطهرات اللي هي بتكون عنا اليود اللي بيستخدم لتطهير الجروح لكن بالطبيعة بيتواجد في الحالة الصلبة زي ما هو بالصورة هون هو عنصر صلب لونه بنفس جي ما الا لون الاسود ويستخدموه كمطهر للجروح العنصر اللي بعده هو عنصر الكربون رمزه الكيميائي سي بتواجد بشكل حرف الطبيعة على شكل غرافيت او الماس يعني الغرافيت والالماس هو الشكلين اللي بيكونوا للكربون في الطبيعة هاي الغرافيت اللي بصورة اللي على اليمين والالماس اللي بصورة على اليسار نيجي على العنصر اللي بعده اللي هو عنصر الهيليوم الهيليوم رمضه الكيميائي هو H E ال H كبتاللتر وال E تنكتب بالسمول لتر يعتبر غاز عديم اللون ما إلو لون وما بتفاعل بسهولة يعتبروه غاز خامل كثافته بتكون قليلة وبيستخدمه بالعادة في نفخ البالونات ليش بيستخدمه في نفخ البالونات كونه كثافته قليلة بساعد هذا الاشي لما يعبوا البالونات من الغاز الهيليوم انه H يطلع لفوق ويطير للأعلى نيجي على العنصر اللي بعده اللي هو عنصر الكبريت عنصر الكبريت رمزه الكيميائي هو S وطبعا ال S بتنكتب بالكبتاللتر يعتبر صلب ولونه أصفر زي ما انتوا شايفين بسطورة هون ويستخدمو له صناعة أعواض الثقاب والمطاط عنصر السيليكون عنصر رمزه الكيميائي هو S I يعتبر صلب ولونه رمادي زي ما انتوا شايفين بالصورة هون لونه رمادي وصلب وهو عنصر لامع يستخدمو له صناعة الإلكترونيات اخر عنصر حطت لنا في الكتاب اللي هو عنصر الزئبق عنصر الزئبق رمزه الكيميائي H G H capital letter و G small letter يعتبر عنصر سائل لونه هو الفضي وهذا العنصر يعتبر من العناصر السامة جدا لماذا؟ لانه كثافتك لان تركيب هاي المادة يعتبروها كثير سامة حتى لما بالعادة في المختبرات الاجهزة قياس الحرارة لما بتوقع وينكسر مثلا وتنكب مادة الزئبق بيجيبوا مادة ثانية علشان بيحطوها عليها علشان ما تلامس مثلا جلدك او ما توصل لأي جسمك لانه فعليا هي مادة سامة وكثير تقيلة على الجسم لو وصلت للجسم ويعتبر كثافتك عالية جدا وبدخل في صناعة الثيرموميتر لقياس الحرارة باي ميزان حرارة بالعادة بحطو مادة الزئبق وفعليا لما تكون الحرارة عالية الزئبق كل ما اتفع بيكون مؤشر على ان درجة الحرارة اعلى في الثيرموميتر وهيك يا خامس منكون خلصنا درسنا لهذا اليوم يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر